ما عاد في قوس الصبر منزع ثوار الناصرية في محافظة ذيقار يمهلون السلطة وأحزابها سبعة أيام لتحقيق المطالب مهلة مضى بعضها وبات الوقت يضيق أمام كهنة معبد السلطة في المنطقة الخضراء أما مطالب الثوار الأساسية فثابتة منذ انطلاق التظاهرات مطلع تشرين الأول الماضي تجميل العمل بالدستور الحالي وإلغاء نظام المحاصصة وحل الحكومة والبرلمان والرئاسات الثلاث ومن ثم تشكيل حكومة إنقاذ وطنية بعيدة عن ممثل أحزاب العملية السياسية الفاسدة كلها مطالب شعبية صغطها اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين كتمهيد لإجراء تغييرات شاملة تتضمن إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية وإجراء انتخابات نزيهة بإشراف أممي مع استبعاد كل من شارك في العملية السياسية الحالية وكذلك حل الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة ما يعني عملياً إنهاء النفوذ الإيراني في العراق بالطبع فإن ثوار الناصرية ليسوا وحدهم في الميدان فالمتظاهرون في النجف بادروا بإعلان التضامن مع إخوانهم في الناصرية مؤكدين أن العراق ربما سيكون على موعد مع تصعيد ثوري جديد إذا لم تستجب أحزاب السلطة لمطالب الثوار ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد فالمتظاهرون في ساحات الاعتصام بمختلف المحافظات العراقية الثائرة يبدون التضامن مع ثوار الناصرية الأمر الذي يرجح معه الدخول إلى مرحلة جديدة من الحراق الشعبي الرامي إلى استعادة العراق من مخالب الفاسدين ودعاة التبعية للخارج